أينما كنتم مشاهدي قناة بلقيس داخل أو خارج اليمن أهلا ومرحبا بكم إلى الليلة الثانية من ليالي شهر رمضان مبارك في الحلقة الثانية من برنامج نحيث الإنسان في موسمه الثاني هذا البرنامج الإنساني الذي نقترب ويقترب من قصصكم وأمنياتكم من خلاله ومن خلال الحلقات المباشرة أيضا نتشارك تفاصيل هذه القصص التي نعرضها في البرنامج ونقدم لكم الجوائز النقدية الفورية للمشاركين معنا سواء من خلال الاتصال المباشر أو عبر الإجابة على السؤال اليومي عبر الواتساب أهلا ومرحبا بكم في أحد الأحياء البسيطة في مدينة تريم هناك في حضر موت تحضر قصة أخرى من فصول كفاح اليمنيات المكابدات من أجل لقمة العيش تامي تامي عائلتها أسرى قهرة العيز وتجاوزت التحديات الاجتماعية السائدة بعد أن فقدت عائلها وضاقت بها ظروف الحاجة لتحول منزلها الصغير إلى مصنع عائلي لإنتاج مختلف أنواع الكيك والمعجنات والمخبوزات ضيق المكان المخصص لهذا العمل والشح الإمكانات لم يمنع تامي من صنع الكيك والمعجنات بطريقة مميزة ونكهة طيبة بروح العمل الجماعي فهي تتنقل بحياة بين منزلين من أجل صناعة تلك المنتجات فيما يتحمل شقيقها الصغير مسؤولية توزيعها على المحلات والزبائن برنامج حيث الإنسان وهو يتقصى وجوه النساء المكافحات في تريم كان له دور في إسناد قصة تامي وتحويل مشروعها إلى عمل مختلف فما هو هذا الدور؟ يا ترى لا حاجة لقراءة الوجوه التي أنهكتها الحياة ولا حاجة أيضاً لاكتشاف الفجوة بين الجنسين فهذه الشوارع المقتضة بالرجال تخفي وجهاً آخر لمدينة ساكنة في التاريخ والتدين يحاول المسنون التخلص من طفان ذكرياتهم غير أن خطواتهم المتثاقلة لا تحيد عن مساراتها اليومية لكنها تقصد النجاة في وجهتها المنتقى من هنا تحتشد مدينة تاريم بعشرات المساجد والروح المتصوفة إلى شرق حضر موت وحيث تحضر في الذهن وفي الوجدان بهذا الصوت الجليل فرصة من العمر ياريت من قضل في تاريم المدين علينا مضل عند المحبين لبعدهم مغمضت لا ينافس مشهد القصور هذه إلا مشهد البساطة والفقر ضدان اجتمعا في تاريم هنا يتسرب من النوافذ بعض حنين المكابدين من أجل الخبز وهنا تحضر القصة بأنينها وحلمها تامي وعائلتها قصة كفاح لامست أفئدة أهالي تاريم ولخصت منها شاشة الحياة حضورا جديرا بالمساندة نشتغل أني ومي واخواتي يساعد نحن في هذا الميال القعاك هو أساس يعني أساسي نصرف منه كلنا اللي بدون معنها معنها أخوه وحد يعني بيقدر على مصاريف نحن كلنا واني معنها ثلاثة ولئ ونصرف عليهم منه ذي الحق القعاك لقد رحل دفء هذه العائلة قبل ثلاثة أعوام وبقيت البرودة تتسرب من هذا الحائط البنت هذه وأمها إنها أسرة كبيرة وتوفي والدهم لكنهم مساكين ظروفهم صعبة فتحت مخبز في حارتنا في تاريم وحبيت أن تكون العمالة من جيراننا وكانت فيه أسرة محتاجة مرة وفضلت أن تكون الأسرة هذه من ضمن العمال معايا واشتغلنا فترة طويلة نحن والإسرة هذه والإسرة هذه مكافحة بس نحن عقب اتجهت إلى عمل آخر ثم تحلم كبير عمره تجاوز العقد لكن مساحة نموه لا تتجاوز العتبات إذ لا شيء تستند إليه عائلة تامي سوى هذه الإمكانات تتقن تامي وأمها صناعة الخبز والمعجنات لكنها لا تمتلك القدرة على تجاوز هذه الجدران فهنا مخبزها ومسكنها أعمال الشغل اللي نشتغله هو شغل القعك والكيك والبولة والمزامير ونوع كثير القعك يعني لما نشتغله ساعة ساعة ونص واللابيس ساعة أكثر شيء شغل القعك أكثر شيء يعني فترة طويلة ساعة ونص تصنع تامي منتجاتها بهذه الطريقة وتحاول وضع لمستها الفنية الخاصة بها فهي ليست بالمهنة البسيطة إذ تتطلب وقتا وجهدا وإمكانات هذا ما تملكه تامي من مخبز فقير وهذا ما توقض به خبزها كما توقض أمانيها توقيت عرض بتطويل محدود في المكان وَلَوِلْ أَن في عرض مركبه وَلَوِلْ أَن في عرض لندرقوا وَلَوَوَوَوَوَحِ ساعة تتحرك تامي وعائلتها بخاجل شديد على الرغم من مهنتها المحصورة على النساء في الأغلب فالعمل هنا كأي مدينة أو منطقة يمنية ما زال حكراً على الرجال نضم الصعوبات التي نواجهها يعني التنانير في مقوم ثاني يعني في بيت ثاني لازم نندر من البيت ونطلع البيت الثاني عشان نطلع حقاك وندهر ونغر في اليامر كلها بقع ذي عشان ونواجه يعني الصعوبات كثيرة وجهنا تتنقل العائلة بين منزلين لصناعة الخبز والمعجنات من أجل قوت يومها ومعيشتها تفعل ذلك وهي تدرك حاجة الحياة بلا عائل إلى كفاح من هذا النوع حلمي يعني نطور شغلي وشغل أخواتي وشغل أمي ونفتحناها يعني مقوم كذا في كلها بقعة متوفر كلها بقعة متوفر عنها يعني نطور الشغل ونكون نوزع في مقوم كثيرة ونزبائم كثيرة أكثر من كذا يعني أشياء كثيرة كذا نحلم بها هي ما تحقق إن شاء الله تتحقق إن شاء الله يا رب لعل هذا الظرف يصير حقيقة ولعل الدنيا الضيقة تتسع الآن لحياة تليق بمن ضاقت بهم ظروف الحاجة ومتاهة الأيام الشعور لا يوسف له يعني شعور جميل كل حد يطلب هذا يعني كل فتاة إنها تحلم بهذا الشيء اللي هنا في هذا الحي سيكبر حلم تامي وستحضر المرأة الحضرمية بإبداعها وإنتاجها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتدل الصباح الآن فيشرق بوجه الدنيا أمل في تجاوز عفرة الأيام وصلاف العمر ها هو الحلم يصير حقيقة إذن وبات على هذه العائلة أن تسند ظاهرها إليه وتوسع من نشاطها الذي كان يوما ما سجين جدران هشة بات المخبز الآن واقعا على الأرض وما على تامي لأن تفتح مرحلة جديدة لها ولعائلتها مرحلة تصفق لها أفئدة أهالي تاريم حتى ابتسامة الصغار لا تمر قبل أن تخفف جفاف القلب وفي هذا المكان تحديدا يستقيم حلم فتاة لتلهم أقرانها ترجمة نانسي قنقر لقد صار على تاريم الآن أن تسند نصفها لآخر لتستقيم الحياة ويطيم العيش لتستقيم الحياة ويطيم العيش نعم مشاهدين الكرام في بعض الأحيان قد تكون عادات الشعوب جزء من أسباب تخلفها لأنها تتسبب بضياع مساهمة جزء كبير ومهم من المجتمع هو المرأة يعلمنا التاريخ أنه لم تنجح أمم كسرت جناحها الثاني في التحليق إلى مصاف الأمم تلك سنة من سنان الحياة سعدة جدا لتامي وننتظر أن تفتح فروع لمعملها في كل محافظات وأرجاء البلاد ونعدها بأن تكون كاميرا بلقيس هذا وعد لك يا تامي بأن كاميرا بلقيس ستكون حاضرة توثق قصة نجاحها وكل القصص لمثيلات تامي نحن سعيدين جدا بهذه التجربة وهذه الفرحة لتامي ونتمنى أن تكون لحظة بكاء تامي عندما عرفت بما قدمه له البرنامج أن تكون آخر لحظات الحزن وآخر الدموع لتامي وأسرتها من الانطباعات طبعا التي يتركها هذا الفيلم كما لاحظنا وربما ما يميز أهالي حضراموت يعني لاحظتم ربما وهو يتم تجهيز المخبز المعمل من قبل عمال هناك أناقة وهناك اهتمام ودقة وتفاصيل هذا معروف عن أهلنا في حضراموت نتمنى الموجودين في تريم أن يذهبوا ويجربوا المخبز ومعجنات تامي ونتمنى لها التوفيق إذن مشاهدي الكرام الآن وصلنا معكم إلى الجزء الخاص بالمسابقة اليومية والآن التساؤلات تطرح من خلال البث المباشر على الفيسبوك هل طرح السؤال اليومي للواتساب؟ بالتأكيد الأسئلة أسئلة الواتساب هي تطرح في نهاية هذه الحلقة دائما نطرح السؤال في نهاية الحلقة ويتم السحب خلال هذه اللحظات على الثلاثة الفائزين وقيمة كل جائزة خمسين ألف ريال كان هناك تساؤل مطروح من قبل المشاهدين بالأمس أنه بدأنا نرسل الإجابات لكن الرسالة التي تأتي إلينا بعد رسال الإجابة أنه لا يمكنك المشاركة خارج الأوقات المحددة أعلمكم فقط أنه نبدأ باستقبال إجاباتكم يوميا عند العاشرة مساء يعني بعد انتهاء البرنامج العاشرة مساء نبدأ باستقبال رسائل الواتساب هجوم في ذلك الوقت الآن لديكم فرصة للمشاركة والاتصال المباشر من خلال أرقام لدينا اتصال أول لكن أطرح السؤال الأول على الشاشة السؤال يقول منذ متى تعمل تامي في صناعة المعجنات والكيك؟ هذا السؤال الأول لدينا اتصال ألو 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 مساء الخير شهر مبارك والأمس خير سلام علي وأنتم خير عرفنا عنك يا صديقي من معنا؟ سهيد عبدالله سهيد سهيد ألو ألو سهيد عبدالله أبوزير ألو اسمع سعيد عبدالله أبوزير أهلا بك سعيد سعيد أي شيء السؤال ألو ألو السؤال طيب اسمك صحيح سعيد عبدالله أبوزير أيو أيو سعيد عبدالله أبوزير تابعت الفيلم؟ آه تابعته تابعته طيب السؤال نعم منذ متى تامي وهي تعمل في موضوع الكعك والكيك والمعجنات؟ كم سنة صار لها تعمل في هذا المجال؟ وخيارات أبنا خيارات ما عندنا شي خيارات أن تابعت الفيلم يعني سهل الموضوع عليك تابعته كم سنوات صنعها؟ ساعدنا كم سنة؟ أكثر سنوات كم؟ عشر سنوات طيب مساعدة أخيرة لو بس يا شباب عشر غلط أكثر من عشر يلا هذي مساعدتي لك ساعد؟ أيوا ساعدنا طيب أساعدك مش عشر يلا معك محاولة أخرى أكثر من عشر سنوات 12 سنة 12 سنة تستاهل إجابة صحيحة طيب يا سعيد كيف لما اخترت 12 كيف لما زيت سنتين بس؟ الله يا أخي أنا من أصحاب طب الموت وبيلت تريم أنا ساكن في سيئون أنت في سيئون؟ في سيئون اعم تمام مبروك عليك يا سعيد أنت أول متسابق معنا يفوز من سيئون مبروك لك 50 ألف ريال وسيتم التواصل معك وتحويل المبلغ المالي لعندك مبروك لك سعيد شكرا لك سعيد شكرا لك شكرا لك طيب اتصال آخر طيب السؤال الآن بيظهر على الشاشة طبعا بنستقبل الاتصال السؤال أين كانت تعمل تامي في صناعة المعجنات والكيك قبل مشروع حيث الإنسان أين كانت تعمل هذا السؤال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام شهر مبارك كل عام أنت بخير أنت بخير عرفين عن نفسك أحلام محمد عمر أحلام محمد عمر من فين أحلام من عدن من عدن تابعت الفيلم أحلام أيوة أشراك بقصة تامي مكافحة قصة من النساء مكافحات وفي نساء كثير يمنية مكافحات زي تامي أيوة أيوة طيب السؤال على الشاشة يا أحلام كانت تعمل يعني في صناعة المعجنات والكيك قبل المشروع قبل المشروع الذي قدمناه في البرنامج أين كانت تعمل تامي؟ في منزلها يا سلام عليك إجابة صحيحة مبروك لك خمسين ألف ريال الحمد لله تابعتي أنت يعني مادم جاوبتي به شكل صحيح شكرا لك أحلام مبروك لك خمسين ألف ريال يمن أيضا طيب السؤال الثالث أيضا من الفيلم وسيظهر الآن على الشاشة والسؤال يقول في أي مدينة تعيش تامي التي استهدفها مشروع حيث الإنسان؟ اتصال طيب لدينا اتصال الآن أذكر أن الاتصال يمكن التواصل معنا بشكل مباشر من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة لدينا رقمين بإمكانكم التواصل فقط وقت البرنامج للمشاركة على هذه الأرقام رقم الواتساب يتم المشاركة والإجابة على السؤال اليومي نبدأ باستقبال الإجابة على السؤال اليومي وصنطر عليكم السؤال نهاية الحلقة وهو طبعا من الفيلم لكن تبدأ استقبال الإجابة من الساعة عشرة العشرة مساء وحتى اليوم الثاني طيب لدينا اتصال ولن نعمل قرعة ألو ألو شهر مبارك ألو شهر مبارك كل عامة بخير كل سنة وقت طيب وأن طيب أعرفني عنك عن نفسك عبد القادر عبد القادر من عبد القادر محمد إبراهيم عبد القادر محمد باذيب من عدن المكله النصل من المكله أنت من المكلة عبد القادر محمد إذن من المكلة تابعة الفيلم عبد القادر أيها سابعة المعجنات اللي كانت تسويها تامي في الفيلم يبدو أنها شهية وحلوة من التصوير ما اسمها؟ ما اسموها في حضرموت؟ في تأس ما اسموها؟ اسمها أنا أسألك على المعجنات ونتجاوبي على السؤال مستعجل على الخمسين ألف يا عبد القادر مستعجل على الفلوس يا عبد القادر طيب السؤال يا عبد القادر السؤال يقول لك في أي مدينة تعيش تامي؟ في مدينة تريد يا سلام عليك إجابة صحيحة مبروك عليك خمسين ألف طيب لا يقطعش الاتصال يا عبد القادر نعم نعم أطمعت خلاص الآن ضمننا الخمسين ألف مبروك لك الخمسين ألف مستعجل أنت الله يباربين ما اسم المعجنات هذه اللي كانت سويها تامي؟ ما اسموها في حضرموت؟ المعجنات أيوة هذه اللي حطيتها في التنور ما اسمها؟ كيك الكيك اللي في التنور كيك كيك الكيك والتاك تمام قلدك الله يا عبد القادر تمام شكرا لك عبد القادر مبروك لك من المكلة إذن الآن اتصال معنا فائز من عدن وفائز من مكلة وفائز من سيئون والآن السؤال الرابع وهو أيضا من تفاصيل قصة تامي التي عرضت معنا اليوم في حيث الإنسان والسؤال من يساعد تامي في شغل الكعك والكيك؟ سؤال سهل لدينا اتصال ألو ألو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام شهر مبارك على الجميع عرفين عن نفسك أمل عائض من أمل عائض أمل عائض أيوة أمل عائض من أي محافظة يا أمل من صنعة من صنعة أهلا وسهلا بكل أهل صنعة طيب من كان يساعد تامي في شغل الكعك والكيك؟ أنت شفت الفيلم؟ أيوة من كان يساعدها؟ أموها وأخوها يا سلام عليكم يا سلام مركزة بالتفاصل مبروك لك 50 ألف ريال يمني وسيتم التواصل معك وإرسال الجائزة مبروك يلا شكرا يلا عفوا طيب إذن حتى الآن أربعة فائزين معنا كل واحد بـ 50 ألف ريال أذكر أن كل سؤال وكل إجابة صحيحة 50 ألف ريال وأذكر أنه لدينا سؤال يومي نعلن عنه في نهاية الحلقة وهناك ثلاثة فائزين نختارهم بشكل عشوائي معكم على هوا مباشرة كل فائز 50 ألف ريال تبدأ أو نبدأ باستقبال إجاباتكم على سؤال الواتساب الساعة العاشرة مساءً تماماً يعني طيب اتصال طيب السؤال الآن بيظهر معكم على الشاشة قبل أن نستقبل الاتصال والسؤال يقول ما الذي قدمه برنامج حيث الإنسان بتامي؟ سؤال سهل طيب عادي ممكن أن نستقبل الاتصال على ما نعمل أبدت للداتا طيب ألو ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم شهر مبارك كل عام أنت بخير وعليكم السلام طيب نحن بس قلنا ندخل لك قبل ما نعمل السحب على اختيار الفائز الأول معنا السؤال على الشاشة لكن قبل عرفني عن اسمكم من أي محافظة معكم إيهاب علي من محافظة صنعاء إيهاب علي من صنعاء أي نعم إيهاب السؤال ما الذي قدمه برنامج حيث الإنسان لتامي؟ أش قدمنا لها؟ قدم لها مستلزمات المخبز نام الحواء بس قدمنا لها المستلزمات بس؟ اللي هو المخبز مع التزامة الفرن زائدا الطحين كل شيء ألوات اللازمة لعملية والمستلزمات اللازمة للمخبز أشكرك أنك ركز بكل التفاصيل شكرا لك وإجابتك فعلا صحيحة قدم لها برنامج حيث الإنسان مخبز بكل تفاصيله وأدواته مبروك لك يا إيهاب 50 ألف ريال وسيتم التواصل معك ويرسالها لك شكرا جزيلا طيب الآن ممكن نعمل القرآن ونختار أول فائزة شباب يلا الآن سنختار أول فائزة عن سؤال أمس والسؤال كان يقول في ماذا كان يعمل أهالي قرية عبد الخالق وكانت الإجابة صعية لاختيار رقم واحد الآن سنختار الفائز أيضا يبدو أنه في مشكلة في طيب نستقبل الاتصال ألو 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 شهر مبارك كل عام تبخير ألو 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 شهر مبارك كل عام تبخير عرفني عنك عرفني عليك اسمك الكريم طيب في صدى يعني لو تسمعني من التلفون توطي صوت التلفزيون ويكون أفضل صدى ويكون أفضل ويكون أفضل ألو 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 اسمعني من التليفون وطي صوت التلفزيون عشان الصداء اسمعك انا لكن انت لا تسمعني طيب انا مضطر انه نروح اتصال ثاني عشان نستفيد من الوقت اتصال اخر الو السلام عليكم وعليكم السلام شهر مبارك وانت بخير اختي علينا وعليكم عرفينا عن نفسك ومن اي محافظة فاطمة علي احمد ناصر السالمي من محافظة الحديدة اهلا وسهلا طيب فاطمة استأذنك بس يا فاطمة تبقي معنا على الهواء وبشكل سريع سأجري القرآن واختر اول فائز ايو ايو كنت معاكم تمام خليك معنا على الخط خلي فاطمة معنا على الخط الان مشاهدين الكرام الان نجري السحب ونختار اول فائز معنا عن سؤال حلقة الامس بسم الله الرحمن الرحيم نختار الفائز الاول اذا مبروك في ريال وجاوب على سؤال امس بشكل صحيح طيب اعود لفاطمة الحديدة وبعدين نختار الفائز الثاني فاطمة طيب لي يا فاطمة بحيد ايو ايو فاطمة انت على الهولة فاطمة ايوه 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 معك معك يلا فاطمة السؤال ما اسم المخبز الذي قدمه البرنامج لتامي ايش اسم المخبز المخبز أيوة تعمي تعمي شو اسمه تعمي لا لا الأمل لا قد فينا ديابو والله في الفيسبوك وكلام في البث المواشر فينا ديابو والله مخبز مخبز شو اسمه المخبز شو اسمه المخبز ايش يسموه هذي مخبز هو كلمتين مخبز أنا أشير لك الآن مخبز آ نون أنا ميم الهناء أنا أنا الأناء أيوة بس الفقرة الأخيرة ما شفت المقطع الأخيرة تمام الآن أشير لك اليدات الأصابع شو اسموه أنا الهناء الهناء لا مش الهناء لا مش الهناء أنا 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 ثم عليك كلمة عليك كلمة أنا أنا لا آخر مساعدة آخر مساعدة آخر مساعدة كلمتين أنا 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 الأمل أنا أنا أَن أأent المرأة أنامل المرأة إيش آدم و المرأة الأنثى الذكر يقول لك آدم و أنامل المرأة لا يعني مثلا أنامل آدم ما ينفعش هي مرأة أنامل إيش آخر مساعدة آخر مساعدة أنامل المرأة لا حواء أنامل حواء أيوة أنامل حواء أنامل حواء أنامل حواء أنامل حواء مبروك لك 50 ألف ريال مبروك مبروك فاطمة من الحديدة الساهلة 50 ألف الله يبارك فيك مبروك يلا مبروك يلا معانا اتصال أيضا ألو ألو صلاة وعليكم وعليكم السلام ومبروك كل عام انت بخير أختي عرفين عن نفسك أنت بخير أنت بخير انتصار محمد علي محمد قاطم أيش اسمك انتصار محمد علي محمد قاطم انتصار احمد محمد علي انتصار اسمك انتصار تمام انتصار بعيد لك السؤال اللي كان قمت شوية شوف انك تابعت الفيلم او لا عدو قم شوية خلصنا ما اسم المخبز الذي يقدم لي تام ايش اسم المخبز يا سلام عليك مبروك خمسين الف ريال يلا مبروك يلا يلا مبروك خمسين الف جابة صحيحة مبروك خلاص قطعتم صوتها يا شباب قطعتم الفرحة تمام مبروك الانتصار من عدن طيب الان نجري السحب اخترنا الفايزة الاول الان نجري نختار الفايزة الثاني يلا شباب الان نختار الفايزة الثاني عن سؤال امس وايضا الجائزة خمسين الف ريال بسم الله ضغط اضغط ولا نجالس اضغطها طيب معنا اتصال انا عايزبني شي يعني المشاهدين الان معانا وتفعلوا على الفيسبوك طيب يلا الان الساحب الثاني جاهز يا شباب نختار الرقم الثاني على أن يختار الثاني الفائزة الثاني عن أمس بسم الله بشكل سريع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والفائز الثاني والرقم على الشاشة الآن والفائز بالجائزة صاحب الرقم صفر صفر تسعة ستة سبعة 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 ثلاثة ثمانية سبعة ثلاثة ثمانية سبعة إذا مبروك لصاحب الرقم اللي على الشاشة والرقم صفر صفر تسعة ستة سبعة 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 ثلاثة ثمانية سبعة مبروك لك خمسين ألف ريالي طيب بسرعة نختار الفائز الثالث أو نستقبل الاتصال نستقبل الاتصال يلا تمام نستقبل الاتصال ألو أيوه السلام عليكم وعليكم السلام شهر مبارك كل عام أنتم بخير أنتم بارك شهر وعافظ مسيطرات النساء تتابعوا البرنامج كل الاتصالات والجوائز لكم تابعت القصة وعرفيني عن اسمك قبل زن زن فتر عيد اسمك لو سمحتي زمزم هادي زمزم أيوه من أي محافظة يا زمزم من صنعة من صنعة طيب أنا بسألك سؤال يا زمزم بشكل سريع عشان تكون أنت الفائزة السابعة معنا في هذه الحلقة والثامنة صح يا شباب إن شاء الله يا الله ثم معد بنعج طيب تامي كم عدد إخوة تامي كم معها إخوان ذكور شباب والآن نجري القرعة على الهواء مباشرة نختار الفائزة الثالث قيمة الجائزة خمسين ألف ريال بسم الله صاحب النصيب هو الفائز صاحب الرقم 00967-777-1142-112 هو الفائزة الثالث معنا عن سؤال أمس مبروك لك خمسين ألف ريال يمني طيب أنا قبل أن نذكركم مرة أخرى مشاهدين بالثلاثة الأرقام الفائزة معنا أذكر فقط بالتساءل الذي يطرح هل المسابقة متاحة لمن هم خارج اليمن؟ للأسف لا لماذا؟ لأنه نحن متيحين هذه الفرصة والمسابقة لليمنيين الموجودين داخل اليمن وللأرقام اليمنية فقط حتى أن السيستم لا يستقبل سوى الأرقام اليمنية لذلك نعتذر من كل من يسأل ويتسأل تبدأوا بإرسال إجابة على السؤال وأنا الآن بعد قليل سأطرح عليكم سؤال ويتسأل الساعة العاشرة مساء نبدأ باستقبال الإجابات الساعة العاشرة تماماً يعني نبدأ باستقبال الإجابات على سؤال اليوم طيب الآن إذا كان شباب جاهز على الشاشة نظهر الأرقام الثلاثة الفائزين معنا عن سؤال أمس وثلاثة الأرقام هي الآن معكم على الشاشة مشاهدين الكرام والأرقام هي الفائز الأول 71513601 الفائز الثاني 777738727 الفائز الثالث 7771142112 مبروك إذن للفائزين الثلاثة مبروك 50 ألف بكل فائز الآن مشاهدين الكرام مبروك للفائزين إذن إذن مبروك للفائزين الثلاثة الآن مشاهدين الكرام سنضع لكم سؤال الواتساب هذا السؤال بإمكانكم الإجابة عليه من الساعة العاشرة مساء وحتى الغد حتى نجري القرعة ونختار ثلاثة فائزين وكل فائز له 50 ألف ريال يمني مقدم برنامج حيث الإنسان السؤال على الشاشة شباب والسؤال يقول ما اسم أم تامي ما اسم أم تامي تامي بطلت قصة اليوم من برنامج حيث الإنسان ما اسم أم تامي الاختيارة الثلاثة النعيمة الاختيار الأول الاختيار الثاني خاتمة الاختيار الثالث سلم إذن مشاهدين الكرام السؤال على الشاشة فقط أرسلوا رقم الإجابة إما واحد أو اثنين أو ثلاثة على رقم الواتساب هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان إذن السؤال الواتساب من الآن وحتى بكرة جاوبوا على السؤال وارسلوا فقط رقم الإجابة الصحيحة بشكل سريع أذكركم ما اسم أم تامي الاختيارة الأول نعيمة الاختيار الثاني خاتمة الاختيار الثالث سلم أرسل فقط رقم الإجابة واحدة واثنين أو ثلاثة نحن في زمن الحرب متى نعود لزمن السلم إن شاء الله يلا مشاهدين الكرام غدا سنجري القرعة ونختار ثلاثة فائزين على هذا السؤال وسنلقاكم في قصة جديدة وحكاية جديدة من حكاية حيث الإنسان شهر مبارك كل عام وأنتم بخير كونوا بحيث اشتركوا في القناة وستعرف ما تحدثه لمسة أحسان بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكاية تأخذنا حيث الإنسان سمت أحلام نطيت وطوت هير ولها في الصمت بعاء ولها عينا ما أجمل أن لم نحضر أملا ونبيل هملا ونخفف عنها عبقا أدنى من تعب الدرب سنزهر كسنابل ضرور كان وافذة تحكر أن تبتسم الآن كل منا في يده أن يفعل شيء لن يبه لكل عطاء وسوى أعان بالخير سندرك حتما كن نحن بالخير بحكايات تأخذنا حيث الإنسان هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر